تأهل المنتخب الكرواتي لدور نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 عقب فوزي على منتخب البرازيل بضربات الترجيح بنتيجة أربعة الاثنين هذا وسيطر التعادل السلبي على الوقت الأصلي للمباراة إلى أن تقدم المنتخب البرازيلي بهدف رائع لنيمار في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول ولكن كرواتيا خطفت هدف التعادل في الدقيقة 117 بفضل المهاجم البديل بيتكوفيتش وفي الركلات الترجيحية نجح منتخب كرواتيا في قهر البرازيل بفضل الحارس ليفاكوفيتش الذي صد ركلة رودريغو بينما أضاع المدافع البرازيلي ماركينيوس ركلة الجزاء الحاسمة